استردت وزارة الخارجية السورية بيانا يوم الربيعاء تدين فيه دخول القوات التركية الاراضي السورية لتنفيذ عملية عسكرية وطلبت من تركيا تنسق مع الحكومة السورية قبل شن أي عملية جاء في البيان أن الدبابات والعربات المدرعة التركية دخلت الاراضي السورية صباح يوم الأربعاء وشنت عملية عسكرية في مدينة جرابلوس شمال سوريا تحت غطاء جوي من قبل طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وذلك لتنفيذ عملية عسكرية ضد التنظيم المتطرف ووصف البيان أن التصرف التركي يعتبر انتهاكا صارخا للسيادة السورية وأشدد على أن محاربة الإرهاب على الأراضي السورية من قبل أي طرف كان يجب أن تتم من خلال التنصيق مع الحكومة السورية هذا ويعتقد محللون سوريون أن السبب الأساسي للعملية العسكرية التركية ليس لمكافحة التنظيم المتطرف بل خشية من اتساع نفوذ القوات الكردية في المناطق الحدودية السورية التركية خاصة بعد استعادة مدينة منبج من قبضة التنظيم المتطرف ووفقا لتقارير وسائل الإعلام التركية بدأت العملية العسكرية درع الفرات في الساعة الرابعة صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي وقصفت المدفعية التركية 63 هدفا للتنظيم المتطرف في غضون ساعتين وبعد ذلك شنت مقاتلات القوات التركية وقوات التحالف الدولي غارات جوية على التنظيم المتطرف ترجمة نانسي قنقر